التربوي. عرفت جل المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث. عودت الأساتدة اليوم بتاريخ 31 و 2016 بإمضائهم محاضر الدخول. غير أنهم تفاجأوا بالنقاط السوداء التي تخيم على الدخول المدرسي. الاكتظاد هاجسهم ومنهج الجيل الثاني التي لم يطلعوا عليها تخيفهم أكثر. المزيد في ميكروفون هاجر سليلف. تاريخ 31 أوت 2016 هو الدخول إلى الأساتدة للدخول المدرسي لسنة هذه الجديدة. والدخول كان جد عادي والحمد لله في الوقت الراهن لم يكن مشاكل. بالنسبة لسنة وتسع سنة أولى متوسط فقط عدنا سيكون اكتظاد خاصة لم يكن الملحقة. وكان بالنسبة للكتاب المدرسي حتى للوقت الراهن نسمعنا بليمازال من حقش الكتاب المدرسي تع سنة أولى متوسط. وهذا يعني شوية يخلقنا قلق. يعني هناك بعض المناصب الشاغرة ربما يعني في الأيام الأحيقة. إن شاء الله سيلتحق الأساتي إلى الأخرون غير ملزمي بالإنضاء اليوم طبعا إلى غاية تعيينهم أو تقديم تعيينات. فيما يخص الكتاب المدرسي الخاص بالسنة أولى متوسط. والذي لم يصل إلى المؤسسة لحد اليوم ليست لنا أي معلومات. ولم نطالع حتى على الكتاب. أما جمعية تولياء التلاميذ شارت الأخرى إلى تماطل في تسوية وضعيات المؤسسات واجهة المدارس. ما يعني أن هذا الدخول مدرسي سيعرف بعد النقائس. أكتبنا على مشكلة المواصلات ما أحد يسمع لنا. أكتبنا على مشكلة الاكتدار ما أحد يسمع لنا. أكتبنا على مشكلة التوسيع ما أحد يسمع لنا. وبالتالي راح ندور في هذه الحلقة مفرغة. للأسف الواجهة من برها ما قدرناش لأن أمور مش بيدنا أمور بيد البلدية بيد الضائرة. الآن عندنا كما ترون الفضلات هنا موجودة. عندنا شوف يعني المياه السيارة. نحن دائما نشكو على موضوع تالي تسريبات المائية وكيف تسريب خطير جدا. والمشكلة تسريب بليس سهل يعني هذا حضر للماء. الوضعية تبقى هكذا ولا تتغير. أنا وإحنا متأكدين. إحنا حاولنا تكلمنا مع الصلوطة كتبنا مع البلدية. لكن الآن نسلنا.